خلونا نشوف بقى الصورة اللي معانا النهاردة في صورة وتعليق مرحباً أيها العالم بعد سبع شهور من انطلاق برسيفيريونس المسبار اللي أطلقته وكالة ناسا المكوك رقم خمسة اللي يخرج من أمريكا هبط يوم الخميس على أرض المريخ وده يعد يمكن الأكبر والأكثر تعقيداً والوحيد اللي فيه اتنين ميكروفون طبعاً فيه 19 كاميرا والوحيد اللي فيه مروحية تم تصميمها مش عارفة إزاي بحيث أنها تقدر تطير فيه هواء سمكه أقل 1% من سمك الغلاف الجوي اللي في الأرض خمسين عالم كانوا بيشتغلوا فيه مختبر ناسا مختبر اللي قام بإطلاق هذا المكوك اللي المفترض أنه هيقضي مهمة مدتها سنتين علشان يجمع عدد من الصخور بشكل معين ويحطها في أنابيب مغلقة بشكل محكم معين بحيث أنه في مهمة أخرى تانية يتم إعادتها بعد سنوات إلى الأرض اللي ادراستها عشان يشوفوا إذا كان فيه أثار ماكروبية أو جرثومية على كوكب المريخ عشان يعرفوا إذا كان فيه حياة على كوكب المريخ كل ده حضراتكم عارفين وكل ده حضراتكم شفتوا لكن الملفت والملهم في الحدوتة دي بالنسبة لي واللي يعد في وجهة نظري البسيطة أهم يمكن من نزول هذا المكوك على أرض المريخ هو الشابة اللي اسمها فرح علي باي الشابة اللي بتقود مهمة التعامل مع هذه المركبة الفضائية في المريخ اللي فراغت حياتها وسفرت قبل وصول المريخ بـ 48 ساعة وقعدت في كاليفورنيا علشان تبتدي تبرمك حياتها وقالت كده هبرمك حياتي هو عيش على حياة المريخ لأنه الأيام في المريخ بتختلف أنه اليوم في فرق أربعين دقيقة أزياد أربعين دقيقة عن الأرض وهتقضي يمكن عشرين يوم الأولانين لدراسة المكوك ورابط وإزاي يتحرك والطهرة إزاي هتتحرك وإزاي يحافظ على طاقته بالليل عشان يشتغل بالنهار وإزاي يجمع الصخور وحدوتة كبيرة بتقودها هذه الشابة الفتاة الوحيدة في مختبر الدفع النفاس اللي في وكالة ناسا اللي بتشتغل مع خمسين عالم أصغر وحدة والفتاة الوحيدة فرح كندية من أصلها من مدغشقر سفرت كندا وهي طفلة ودرست هناك وبعدين سفرت بريطانيا ودخلت جامعة كامبرج دخلت درست هندسة ثم حصلت على الماجستير ثم رجعت أمريكا خدت الدكتوراه وتمرنت في وكالة ناسا وبعد التدريب التاني لها تم تعينها مباشرة في الوكالة وتم إسناد بقى لها ست سنين تقريبا أو سبعة بتشتغل هناك تم إسناد المهمة دي لها الملهم في الموضوع أنه فرح وهي طفلة عندها عشر سنين اتفرجت على الفيلم الأمريكي المشهور أبولو ثرتين وبتقول أنه من ساعة ما شافت الفيلم ده وهي حاسة أنها تنتمي لهذا العالم وأنها لازم تعمل في هذا المجال ومش يتورى حلمها ثلاث نتائج بخرج بيهم من قصة فرح أول حاجة قد إيه الفن ملهم وقد إيه ممكن يغير حياة البني آدم وممكن يخليه فكر أفكار حتى لو كانت مستحيلة لكن يقدر يحاول يحققها حاجة تانية أنه ما فيش حاجة في الدنيا مستحيلة وأن أي حلم وممكن الإنسان يحققه لو ركز فيه وحاول أنه يجتهد أنه يوصله أما الحاجة التالتة والأكتر إلهاما أنه الفتاة أو المرأة لو توفرت لها الفرصة أنها تنجح بتعافر وبتنجح وبتوصل أنها تقود هذه المركبة وتتابع وتشوف إيه اللي بيحصل على كوكب المريخ ترجمة نانسي قنقر